إذا ننشئ ديرتي متى الماتيريال في بلندر باستخدام صورة واحدة فقط ذا كده المنتيجة مفترض نحصل عليها أولاً هنشئ نو شيدر هنسميه تيست الصين في الشيدر ايتور هنضيف اميج تيكتشر نضغط كنترول تي هنا هنبدل من يوفي جينريتب بحيث لو ما عندناش يوفي هنضغط اوبن ونختار صورة 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 من برونز او كوبر هنا ادت تيكتشرز نختار تيكتشرز زي دي واليكن او هذه الصورة بعد كده بحيث 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 صورة بالنسبة بحيث الصورة 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 صورة لتعلم صورة الصورة الصورة نفترض نعكس القيم اللون الأصمر سيكون فيها لمع الى هذا المقدار ثم نضيف بامب نود ثم نضيف بامب نوصل نفس بامب بالفاكتور والكالر بالهيط والنورمال بالنورمال الديستنس سنقول 0.4 والسترنس 0.1 دعنا نرى بالنسبة لي البامب نغير القيم بلاك معناها ان ويت معناها للخارج الأعلى طبعا هنغير هنا القيم نضيف بامب نضيف بامب نضيف بامب نضيف بامب نضيف بامب هذا كبالنسبة لي البامب هذا البرينسبة هذا البرينسبة نضيف بامب طيب ، هم سيكون هكذا كماثير الكلور السترنت نضع 0.05 هذا كده لو طبعا كل ما نغير التكتشير يعني لو غيرنا التكتشير تأتي تأسير مختلف فممكن نغير تكتشير مختلفة دي التكتشير اخرى هكذا فكل تكتشير تدي تأثير مختلف دلوقتي نعمل طيب هذا كده الرندر النهائي البمب أعلى من لازم فممكن نخلها 0.01 أو 0.05 مختلف ومالحوظة بسيطة بالنسبة لي اشياد لو فيه UVs فنغير ذات الى point فلات ونغير ذات UV الى فيكتور وطبعا من هذا الكلام ممكن نتحكم فيه هذا الى point وطبعا ففي الوقت ما نحن نجد المتريل التي اختلفت كالتالي وطبعا ما ننساش البامبان شايف انه اعلى من اللازم فنكون خليها بونت او 5 او بونت او 6 اتمنى اكمل هذا الفيديو الى اللقاء في عدة دورس قادمة